والكلمات الأربع نفسها سبحان الله فيها محول للسيئات عجيب جدا كلمات الأربع نفسها فيها محول للسيئات عجيدي وشأنها عجيب في تطهير العبن سيئاتها صح في الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما مع أصحابه ومعه عصى بيده فمر بشجرة يابسة فيها ورق يابس وخبط الشجرة بعصاه التي في يده ماذا يحدث؟ نعم تساقط الورق الصحابة يرون أمامهم ورق الشجر الشجرة هي تساقط فقال عليه الصلاة والسلام استمعوا إلى ما قال فقال وهم يرون الورق يتساقط قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحات أو لا تساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة كما تساقط والصحابة يرون الورق يتساقط هذا مثالنا ضربه لهم يبين كيف أن هذه الكلمات الأربع تساقط الذنوب فيا سبحان الله يكرر العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتتساقط هذه الذنوب الذي هو متحملهم فما أحوج العبد إلى أن يساقط ذنوبا بالاستثار من هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة فالكلمات الأربع هذه لها شأن عظيم في رفعة الدرجات وفي الوقت نفسه لها شأن عظيم في تساقط الدنوب وحتى السليات وتكفير الدنوب الخطيئات